ايه موضوع ان في ازمة مع حسين الشحات او ازمة عاملة حسين الشحات القصة بتاعت حسين الشحات اللي هي الازمة القديمة اللي مع محمد الشيبي واللي تداعيتها بعد كده كانت كتير جدا وكان منها انه كان فيه شكاوى خارج الاتحاد الكورة وغيره خارج المستطيل الاكتر فايه اللي حصل وايه اللي حصل ومين بيحاول يحل ومين بيحاول يصعد الاهل دايما عم بيحاول يفكر او مسؤوله الاهلي دايما عندهم فكرتين دايما او طريقين بيمشوا فيهم الطريق الاولاني انه هيتقدم بشكوى ضد محمد الشيبي وادارة نادي بيرامد ليه وعشان ايه لانه تبقى للمدة 28 من لايحة الانضباط لتخص الاتحاد المصري لقرة القدم واللي بالمناسبة عشان اسكيري اتكلمت في القصة دي هي منبسقة من الاتحاد الدولي لانه قانون الكورة بيقول لك ايه بيقول لك اللي متاخد زي ما هو من الاتحاد الدولي انت ملزم بيه ولو انت عندك حاجة اضافية مش موجودة في الواحل الاتحاد الدولي زي مثلا احنا السنة دي هننزل خمس فرق ونطلع ثلاث فرق دي لايحة داخليه مليش علاقة بيها الاتحاد ده الليوش علاقة بيه فالتصعيد ده حل من ضمن الحلول لانه فيه مخالفة واضحة صريحة لو معانا اللايحة يلا مادة 28 التصعيد ده اوبشن الاوبشن التاني والطريل اللي ماشي فيه بقى بعض اللاعبين بعض اللاعبين وبالمناسبة كان تدخل في الامر ريدا سليم لاعب النادي الاهل الجديد المغربي في الامر بحكم ان هو مغربي يعني اتكلم مع كريم بلق الوكيل بتاع محمد الشيبي علشان الموضوع يتحل وديا وكان فيه شبه اتفاق على انه الموضوع يبقى فيه حل ودي خلال الفترة اللي جاية ولكن عدم وجود محمد الشيبي في مصر هم موجودين في جنوب افريقيا وصفر بعد كده حسين الشحات للسعودية اتفقوا مبدئيا حتى هذه اللحظة اللي انا بكلمك فيها دلوقتي انه هيكون في جلسة جلسة موجودش انه يبقى فيه صلح هيبقى فيه جلسة لتقريب وجهات النظر لتقريب وجهات النظر فيه ما يتعلق بالازمة ككل في الامارات مش معنى في الامارات لاني النادي الاهل بعد ما يخلص كاسع عامل الاندية عنده كاسر ربط هيبقى في الامارات وبرمتز يبقى في الامارات فاتفقوا ان كريم البلق هيكون هو الحلقة او همزة الوصل اللي حل الامر بشكل طب شباب هادو اللايحة اللي طلبها جيمي بقى له حبة حلوينة اه فمن هنا الاهل يمجهز نفسه كويس اوي علشان اللي هو بالبلد سيبه ناسيب لانه بيرمتز يبقى في ازمة لانه هو خرج بالمشكلة بره المستطيل الاخضر ناس كتير بتتكلم حتى اقوف اركم انا بنتناقش في القصة قبل ما ما دخل يعني انه طب مالصديخ ناقى ملاش علاقة بالمطش لا هو اي حاجة جوه المستطيل الاخضر جوه المستطيل الاخضر ترتبط عيب اتخانقوا عبعض في الشارع ده قصة تانية ان شاء ان هدول بيتخانقوا او حصلت الازمة جوه الملعب فيما يتعلق بكرة القدر فالقصة كلها زي ما قلت لك الاهل مجهز سيناريو وطبعا مع احسن الشحات وفي سيناريو اخر لحل الموضوع بشكل ودي اللي هو سيناريو التوصيب مش عارف اللي احنا للاسف انا هحكي لك هحكي لك طيب احكي لك اول في مشكلة بس بعد شوية اعرضها طيب يلا خلاص مشكلتك هون هي ميش بس وعد يعني باذن الله عاضلتها ربنا مش عارف بنت ابتقفش في الحاجة لا يا خالص بأمانة بزعلان طيب انا عواضه انا عواضه طيب عمر ازعلك على انا من شوية كنت في الانترو بتكلم انه عمر كمان عبدالله احب نسبة اهيئة عم الله اهيئة اهي مادة تمانية مادة 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 رشيزة علوك اهي بتقولك لا يجوز اهي واضح لا يجوز للاندية والمسؤولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية او الادارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم شكرا خلاص امر واضح وبسيط ولا يحتاج لتأويل اذا ايئة اللي حصل ان الموضوع تم اللجوء فيه لمحكمة مدنية مش محكمة رياضية فانا هنا خلفت المادة بشكل صريح فلا أهلي هيشكو محمد الشيبي محمد شيبي وبرمت وبرمت طبعا متضامن معاه ان هو لاعب لاعب من دي هم اللي تقدموا بالشكو تمام امتى يحصل ده لو الامور فضلت في حالة التصعيد والحل اللي بيحصل دلوقتي للصلح ما تمش فالحلين متاحين فقر لك